نظمت جمعيات رسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة راعي مصر عضوى التحالف الوطني للعمل الأهلي قافلة طبية بمحافظة الإسماعيلية ضمت القافلة عددا كبيرا من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف جهود دؤوبة تجري على قدم وساق من جميع أطياف المجتمع والدولة المصرية لتوفير كل ما تحتاجه الأسرة المصرية والمواطن المصري من خدمات وفي هذا الإطار نظمت كل من جمعية الرسالة للأعمال الخيرية ومؤسسة راعي مصر تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي قافلة طبية ضمت عددا كبيرا من التخصصات للأسر والفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمحافظة الإسماعيلية وذلك بمشاركة عدد كبير من متطوع التحالف بتقدم جمعية رسالة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي ورعي مصر حملة طبية لتكشف على 300 مواطن في ست تخصصات كاملة متكملة بالمجاني لصالح الأسر الأولى بالرعاية داخل محافظة الإسماعيلية واستعدادا للشهر الكريم القافلة شهدت تقديم خدمات طبية ونظارات ل300 مواطن تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نحن النهاردة بنفس قافلة طبية تبقى لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر جمعية رسالة نحن مؤسسة رعي مصر عضو التحالف الوطني بنكشف النهاردة تخصصات جلدية وبطنة وعظام وأنفو أذن ورمت معنا نظارات طبية مدعمة من المؤسسة جهود حثيثة تأتي وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطنية والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ترجمة نانسي قنقر